أكدت الصين اليوم على ضرورة القيام بالكثير من الجهود قبل عقد مؤتمر سلام حول أوكرانيا في سويسرا غدا تعلان المستشار أولا شولس إن بكين وافقت على دعم الاجتماع وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لينجيان أن الاجتماع المعني لا يزال قيد الإعداد وما زال هناك كثير من الجهود التي يتعين القيام بها مضيفا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية هو الجلوس على طاولة المفاوضات